مساء الخير عليكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامجنا مشاهير الفان في حقيقة حلقة النهاردة مميزة وجديدة جدا لان معايا ضيف مميز معايا الدكتور هاني محمد جمال أستاذ مادة البيانو في كلية التربية النوعية جامعة عين شمس أهلا بحريك يا فاندم أهلا بحريك فاندم نورتنا ونورت البرنامج وفخورة جدا بوجود حريك معنا النهار أهلا بسعيد والله بوجود معكم فأول سؤال لنا بقى دكتور ممكن نعرف سادة المشاهدين بحريك أكتر أنا هاني محمد جمال دكتور البيانو كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بدايتي مع الموسيقى وحب للموسيقى وتعلم البيانو كان من صغري كان الوالد لمح في هذه الموهبة وتبناها وابتدى يرعاها يعني فجاب لي جهاز أورجو صغير خالص وعلمني ثلاث مقطوعات أعتقد أنهما يعني من أصعب المقطوعات حالية يعني أعلمني البلودانو بتاع الشتراوس ويا زهرة في خيالي وشغلوني ونسيوني قوام بتاع طعب وحيبة وابتديت بقى أنامي الموهبة دي من خلال اشتراكي في المدرسة في الأنشطة الموسيقية وبعد كده هوت من خلال اشتراكي في الأعمال الفنية من خلال وزارة الثقافة في أصر ثقافة أسوان كانت نشأتي في أسوان ومن خلال الفعاليات اللي هي كانت ما بين محافظات وبعدها خلصت دراسة السنوي ابتديت أجي القاهرة عايز أقدم كلية بعد السنوية كنت خلاص دخلت الحربية قردي خلاص تمام لكن الوالد كان ديمقراطي جدا يعني مجرد ما قلت له أنا ما عنديش بيول للتقييد العسكري فأنا عايز أقدم في حاجة فنية موسيقية ما اعترتش حبت استمرها وقدمت ونجحت في اختبار القدرات ودخلت الكلية خمس سنين كلية تربية موسيقية جامت حلوان وتفوقت الحمد لله وتخرجت من هزارة تمانية وتمانية يعني حب الفن والموسيقى كان موجود عند حريطك من الصغر من الصغر من الصغر وتفاعلت معا فعلا وكان لي ضر كبير جدا في حياتي بعد كده من خلال فترة الدراسة في الكلية اشتركنا في أنشطة كتيرة وفعاليات كتيرة في الكلية كان اليوبيل الفضي بتاع الكلية وعملنا حفلات في مصح سيد درويش واشتركت في فعاليات كتيرة جدا في الإزاعة والتلفزيون في الليلة المحمدية عصرت أعمال فنية كبيرة جدا في الفترة دي واشتركت فيها بس كمغني يعني كرالي جميل جدا ومشيت برضو في الكلية برضو اشتركت في أنشطة كتيرة جدا 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 من خلال تفاعلي مع الكلية في الأنشطة بتاعت الكلية طيب كلمني عن مسيرة حضرتك المهنية دكتور أنا سمعت أن حرارك عملت أعمال فنية كتير في مهرجانات وحاجات موجودة في مصر فعلا اشتركت في الأوبرا في دار الأوبرا كنت ضمن فريق سوينج ترامبت طيب ومناسبة الأوبرا معي في فيديو وحرارك بتعزف على بيانو مقطوعة أستاذنكوا تزعوه؟ هي دي كانت مقطوعة إيه؟ كانت بداية البروفو احنا قبل ما نبتدي العرض بنعمل تست للصوت فأنا بجرب البيانو بشوف المناطق الصوتية بتاعت البيانو كلها الصوت بتاعها في المصر راح عاملي إزاي فأه أنا بجرب لأ الارتجال أنا برتاجل مش بهازف طيب بالنسبة للأعمال الفنية لخارج مصر برضو من خلال الأوبرا برضو فريق سوينج ترامبت للجياز مثلنا مصر في إيطاليا سنة 2000 وقدمنا عرض عرض في السفارة المصرية وعرض في مركز الثقافي في روما وحفلة اللي عملها السفير لينا في إيطاليا لما تفرج على العرض بتاعنا دع جميع السفارة اللي موجودين في روما وعمل لنا حفلة خاصة في المبنى بتاع السفارة نفسه طيب ومنسبة الفن الغربي وموسيقى الغربية معظمنا يا دكتور أو لما بنسمع آلة ونشوف آلة بنفتكر إن هي آلة غربية طبعا معادة الآلات المشهورة زي مثلا القانون والعود والناي معروفة إن هي آلات أصلا عربية تمام حررت ممكن تقول لنا إيه الآلات الفراونية اللي حصل لها في الفترة الأخيرة تجديدات وإحنا ما نعرفش عنها أي معلومات وبرضو عايزة أعرف الفرق بين الآلات الغربية والآلات الشرقية طيب الآلات الغربية كلها نشأت من الآلات الشرقية يا يا جميل أصلاها فرعوني؟ أصلاها فرعوني وامتد للحضارة العربية وانتقلت للأندلس مع الفتوحات الإسلامية وبعد كده رجع التاني للغرب ابتدوا يطوروا فيها يعني قالت البيانو أصلها قالت الأنو مروراً بقالت الهاربي سكورد طبعاً الأنون نبر بالريشة أيوة الهاربي سكورد نبر بالريشة بس عن طريق أيوة بس البيانو يا دكتور هي آلة أصلاً ما هو تطور الصناعة آه هم خدوا الحاجة طوروها إحنا عندنا الآلات ابتدت خلاص وفي الماتريال بتاعها سيبت على كده أيوة حتى الآلات الإقاعية الآلات التنباني كل الآلات العود لما راح الأندلس بالجتار آلات النفخ بتاعتنا النائي والحاجات دي كلها بيت الفلوت وبيت آلات النفخ الكبيرة كلها نشأة الموضوع كله من بداية كان الإنسان الحاجة الوحيدة اللي يقدر يتوصل بها مع الكون اللي حواليه ومع الأصوات اللي بيسمعها حفيف الشجر المية صوت العصفير كان صوته فابتدى يشوف أن الصوته ده مش كافي فابتدى يدور في الأدوات اللي حواليه أنا عايز حاجة توصل الصوت بطريق أعلى أنبه بيها أقول لا يا جماعة ده خطر ده فابتدى يجيب بقى العظم بتاع الحيوانات ينفق فيه ويهزف عليه هو ده بيدي إشارة اللي هي الحاجات ده القرع والحاجات دي كلها ابتدى يستخدم عليها الطبول ابتدى يجيب الجلد بتاع الحيوانات يشده بالطبول دي بداية نشأة الإقاع دي بداية نشأة الألات المصدقية الألات المصدقية أول الحاجة كانت محاكاة الفن مع الطبيعة للإنسان البدائي صوته هو ما كانش يعرف ألات لكن اكتشفها بالصدفة مسك العظم النفخ فيها طلعت صوت ابتدت تتطور 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 وتنتقل من حضارة لحضارة ومن حضارة لحضارة بس الغرب طوره خدوا الحاجات الألات بتاعتنا وابتدوا يشكلوا عليها مجبوعة ألات كتيرة جدا أصل الألات الغربية من الألات العربية وراجعة للألات الفرعونية وبعد كده الحضارات مع قبل الفرعونية فهي سلسلة متسلسلة وربع عضل طيب بمناسبة بقى الألات احنا بنتكلم عن الألات عايزين نعرف بقى أنواع الألات احنا عارفين مثلا فيه أنواع عديدة من الألات منهم الألات الوترية والنفخ والإيقاع عزيم عرفنا بقى إيه هي الألات الوترية وإيه هي الألات النفخ والإيقاع الألات الوترية هي الألات اللي بتعتمد على شد الأوطار على الجسم بتاع الألات الأنون بيتكون من 64 وطر كل ثلاث أوطار بتمثل درجة صوتية بنطاق صوتي آلة الكمان آلة العود الآلات اللي كلها فيها عفق وفيها أوطار دي بتعتمد في العزف بتاعها إن العزف بينزل صباحه في مكان محدد يطلع منه النغم والصوت يبقى التردد سابت دي الآلات الوترية آلات النفخ بتعتمد على قوة النفخ هو عنده مصورة لها طول وأخرام فيها بمسافات معينة هو بينفخ في الآلة دي فبتطلع الصوت كل ما بيفع صباح أو بيطول العود أو المسافة بتاعة الأصبة نفسها بيختلف درجة الصوت درجة عن درجة دي بالنسبة لآلات النفخ الآلات الإقاعية معظمها بيبقى يا إما بالطرق يعني بالخط عليها أو بالطرق عليها سواء كانت آلات خشبية أو آلات اللي هي بيبقى مشدود عليها الجلد طيب يا دكتور حال الآلات مثلا الآلات الوترية هل بتحتاج مني مصفات معينة عشان أقدر أعزف عليها؟ هي بتحتاج مصفات معينة في قدرة اللي بيتضرب إن هو يواصل التدريب عليها بمعنى عندي قالة زي قالت الكمان الرقبة بتاعت المصطرة يعني نفسها الرقبة دي بيبقى عايزة ترتيب الصوعب شكله معين طبعا الضغط على الأوطار بيعمل تأثير في الجلد لو أنا ما عنديش القدرة إن أتحمل ده فهبتدي ما تقدمش في دراستي ولازم تكون عندي أذن ضقيقة جدا لإن الصباع اتحرك مني التردد اختلف فبالتالي ترتيب النغمات على السلم والموسيقى اللي أنا بعزفه لللحم اختلف فمحتاجت دقة صباعي نازل فين بالزبط والنفخ برضو كذلك النفخ كذلك لو النفس بتاعي ما طلعش بالقوة هي التردد اللي هيتطلع عايف طب إيه أسهل أنواع ألات يا دكتور إيقع ولا الوتري ولا النفخ أسهل ألات الألة اللي يقدر العازف إنه يتمرن ويوصل فيها المستوى كويس لإن إحنا كلنا مختلفين أيوة يعني هي بتعتمد على القدرة على اللي بيتعلم أيوة يعني ممكن تكون ألة صعبة لكن اللي بيتعلم عنده قدرة إنه يتعلمها كويس قوي وعنده القابلية إنه يطبق فبالتالي هيوصل لها زي كده بالزبط ما دارش أقول للواحد إيه الدواء ده هيريحك أنا خدته ما ينفعش لإنه كل عرض ليه علاج أيوة واخدر بالحضرتك إزاي طيب دكتور دلوقتي لو أنا طالب سنوية عامة ولسه عارف عن كله التربية الموسيقية وعايز أتقدم فيها تمام إيه المهارات المطلوبة مني أو إيه المواصفات المفوضة تكون فيها عشان ألتحك بالكلية دي وأنجح فيها أول حاجة لازم يكون عندي فكرة مسبقة عن الفن الموسيقى ده المفروض إنه قبل ما أخشي كلية أحاول أجمع المعلومات دي أو أتعلمها وكنت أتمنى أن يضاف لاختبارات القدرات اختبار بسيط لمعرفة قراءة النوتا بشكل مبسط لأن دي هتوفر كتير جدا على الطلبة اللي بيخش ويدرسه حاجة بسيطة لازم يكون عنده أذن بيقدر يفرق بها ما بين الترددات والنغمات بشكل صحيح وسليم لأنه هو بيتعلم الحاجات دي كلها ويكون عنده القدرة على الضبط الإقاعي الانتظام الإقاعي يقدر هو يقدر 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 الإقاعات ويسمعها ويستوعبها وينفزها صح بشكل مظبوط طيب دكتور يعني دينا نبزة كده سريعة عن نوع الاختبار اللي بيتم الاختبار اللي بيتم اختبار تمييز للأصوات والدرجات الصوتية والنغمات المتكررة والنغمات المتنفرة والنغمات اللي فيها توافق ده ما بقولش للطالب انت انا بقول له انت احساسك ايه ميزت ايه طب اسمع اللحنة ده هل اللحنة ده زي اللحنة ده ايوه هو بوضنه بتقدر يعني في قلب الاختبار اللي بيتم اللي هو مثلا انا بسمعه نوتة معينة او نوع من نزيق الموسيقى معينة معينة بلنغمات هو ما باخدش موسيقى كبيرة يعني هو بيسمع ترتيب لنغمتين ثلاثة يعني مثلا بقديله ثلاث درجات صوتية بس مش لازم يكونوا بالترتيب ممكن في عن طريق قفزات بسيطة نغمة وقفز نغمة وقفز نغمة احنا بتسميها في عندنا في الموسيقى في الدراسة الاكاديمية تآلف فبسا معهوله مرة اتنين تلاتة التردد ده مفروض هو دخل هنا استوعبه قلده بقى بقس قدرته على السمع وعلى التقليد انه هو يقدر يقدي على الاداء الاداء السليم يحس الموسيقى يحس التردد لانه بعد كده حيغني وحيتملى هعزف لحن وهيتبه اه طبعا هعزف لحن وهقوله تفضل اكتب ده لما بيخش يدرس فانا لازم اشوفه هو مستعد لده ولا لأ طيب كيفية اكتياز الاختبار اكتازه ازاي ادرب نفسي ازاي قبلها عشان ادخل ضمنه ان انا انجح في الاختبار اتمنى اي حد حابب انه هو يقدم للكليات الموسيقية حاول تاخد كورس حاول تاخد تدرب في ايه بقى؟ اه سولفيج تتدرب تتعلم بيانو بسيط تدرب انك تتعلم نوتا بسيط بشكل مبسط انا ما بطلبش منك حاجة بروفيشنال يبقى عندك المبادئ البسيطة اللي بحيث انك لما تخش تبتدي تدرس هتقدر انت تواكب الدراسة ما تبقاش بتاخد وقت طويل قوي عبل ما تفهم مفردات اللغة الموسيقية طيب ومناسبة بقى الدراسة يا دكتور ايه نواية المواد اللي بتدرس في كليات والمعاهد بتاعة الموسيقى؟ يعني انا مثلا كطالب اسمع كلية تربية موسيقية افتكر ان هي دراسة فيها سهلة بسيطة يا دوبك انا هدخل اغني ادندن اطبل اعزف ممشي في حالك قل لنا وضح لنا ايه نوع المواد اللي بتتم تدرسها في كلية فكرتيني بزمالينا في جامعة عين شمس في اللقاءات اللي كانت بتتم بين ما بين الدكاترا في كل الجامعة وكان في لقاءات الدورات اللي كانت بنلتقي فيها فكان دايما زمالينا في كلية الطب بيعتقدوا ان هم تخصص يعني صحبة قوي عملنا حاجة اسمها مايكرو تيتشينج نكتدرس التخصص بتاعك في عشر دقيق لمجموعة من خمسة وعشرين واحد ولازم يطلعوا بنتيجة ان هم اتعلموا منك حاجة اي بعد ما عملنا الدورات دي كلنا مختلفين يعني زمالينا انا واحد وزمالينا كلنا كل واحد في مجموعة فزمالينا اللي في طب قالوا احنا كنا فاكرين ان احنا اسعى التخصص او فالتخصص عندنا مش سهل ومش صعب لكن هو محتاج مدومة محتاج براكتس كتير انا النهاردة عشان اروح الجيم عايزة نمي عضلة باي عايزة اعمل حاجة ينفع اروح مرة وعاقشات تجم مرسى مني وشغل مني وصح شغل صح لاني لو نميت العضلة بشكل غلط هعمل عضلة تانية انا معايا فيديو لحرارتك بتتمي فيه تدريس مادة الاكورديوم تقريبا اه 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 اعضل الولاد بتوعي الدقيه انا منتدى في كل التربية انا عايزة دقيه اعم هنا بيتم تدريس قالت الاكورديوم قالت الاكورديوم اه 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 بيتم التدريس بيه ازاي بقى يعني انا عرف ان هي مادة قالت قيلة او يا دكتور صعبة هي قالت قيلة بس بتحتاج توفق يعني انا النهاردة بقدي حركة بعزف بايد الشمال المفروض بحرك الدراع بتاعي للمنفاخة فحركة المنفاخة تبقى فتحة وقفل اثناء اداء هذه الحركة المفروض الصوابع دي بستخدمها علشان اعزف على نغمات الباصات اللي بتديني مصاحبة هارمونية او مصاحبة نغمية لنغمات الباص اثناء ما بعزف بايد اليمين على اللحن الاساسي اللي انا بعزفها فهي عايزة توافق ما بين حركة ايد اليمين وحركة فتح وقفل الدراعي للمنفاخ ونغمات الباص اللي بتنزي انا بتم بالتدريب بالبداية بعلم الولاد ازاي بس ابتدي اعزف على نغمات الباص اللي نهاية دي بتبقى اصعب حاجة مع التكرار والتدريب بيبتدي هو خلاص اتعود على هذه الحركة يبتدي يركب اللحن بتاع الايد اللي بيبقى الباص بتاع الشمال بيبقى الموضوع ماشي لذيذ في الفيديو اللي فات انا كنت بديهم حاجة خارج المنهج او كنا بنلعب مقطوع اسمها لكوكوراتشا لأيه لكوكوراتشا اه فكنت خليهم يمسكوا الكوردات في ايديهم اليمين وفي الشمال في البساط بيحس ان انا بلعب اللحن وهم بيحسوا بالاداء دايما انا بحب في التدريب بتاعي ابقى خارجي الصندوق يعني اربطهم بالشغل البروفيشنال الخارجي برا الدراسة الاكاديمية منها بيديهم حماس ان هم يشتغلوا ومنها ان هم بيتقدموا في الدراسة جميل جدا يا دكتور طيب ندخل بقى في نقطة التواشيح ورمضان بما اننا خلاص دخلنا عليك ومساعدك طيبة كلكم طيبين والسادة المشاهدين بخير وحريك بخير يا دكتور في ناس كتير بتقول ان التواشيح الدينية بيستخدم فيها حاجة اسمها المقامات الموسيقية وهي عندنا في الموسيقى العربية هل الكلام ده صحيح؟ اه 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 معظم المنشدين او اغلبهم او ممكن كلهم بيبقوا عندهم علم ودراية بعلم المقامات الموسيقية العربية لان دور المنشد ان هو بينشد مديح وتجليات في ذكر الله بترتيب نغمي جميل يخلي المستمع اكثر خشوعا وتقبلا للاداء اللي هو بيقوله فهو بيبقى ماشي بترتيب نغمي معين وبينتقل من مقام لمقام طيب دي يا دكتور تبقى حاجة ارتجالية من عنده ولا هو بيبقى اصلا درس موسيقى لا هو مش درسها بالشكل المفهوم لكن هي بالممارسة في بعضهم بيبقى درسها في بعضهم بيبقى عارف المقامات الشيخ النقشبان دي النقشبان دي بيبقى عارف عارف بليه حمدي قاله هبقى خليك تغني لحد فقاله انا ما انا ما اغنيش مع عقلاته ايوه لكن خلاها غنى غنى المولاي اني ببابك ايوه وماشي بنور الله من اجمل حاكتين قالهم النقشبان دي الحد النهاردة احنا بنسمعهم وبتهتز مشاعرنا احنا ما نقدرش نعدي رمضان ايوه نقدرش نعدي رمضان غير ما نسمع التواشيح دي بتوصلنا لدرجة خشوع هو جمال الفن هنا بوصلنا لدرجة الخشوع والتقرب والامعان في الكلمات الجميلة اللي بتوحق بنناجي فيها رضا ربنا سبحانه وتعالى طيب في الازام برضو يا دكتور بيقولوا ان احنا بيتم برضو استخدام المقامات في التأذيب اه اه في الازام ده حقيق اه 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 وغالبا غالبا بيبقى معظم المؤذنين اللي هو بيبقى واخد على الان هو يقول في المقام الحجاز اه المقام الحجاز دايما الازام بيبقى في المقام الحجاز بعض الشيوخ بيغير المقام طيب ايه انواع المقامات ايه يا دكتور عشان فيها انواع كتير او فيها هي المقامات عبارة عن تتابع سلامي من درجات ركوز اي كل ما الدرجات دي بتمشي ورا بعض بترتيب معين سلامي كده بتديني انطباع صوتي لمقام ما المقام ده بيطلق عليه اسم عندي مقام زي مقام الكرد ده تتابع سلامي بشكل معين من درجة لنهاية درجة من نفس الدرجة بتاعت الكرد بيبقى مقام الحجاز بعد كده هو في مقام الرصد في مقام البياتي دي كل المقامات دي بتختلف من درجات ركوز والتتابع والنغمي بتاعها تمام يا دكتور طيب احما كده وصلنا لنهاية حلقتنا وبصراحة انا كنت مستمتعة جدا بالحلقة انا اللي استمتعت والله واستفدت جدا استفدت جدا حقيقة دكتور وما كنتش عايزة بجد الحلقة تنتهي ان شاء الله يتكرر اللقاء ان شاء الله واحب اشكر ضيفي دكتور هاني محمد جمال على الحلقة المميزة دي واقول لحضراتكم كل سنة وحراركم طيبين بدخول شهر رمضان الكريم وشوفكم الحلقة الجاي على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة